البسج يد ايران المدمرة في كل خراب لهم يد وفي كل مأتم لهم مأثم انهم البسج الذراع الايرانية الداخلية التي يعتمد عليها ايات الله في تدمير كل من لا يعجبهم والبسج كلمة فارسية تعني قوات التعبئة الشعبية وتعد شبه عسكرية وهي تابعة للحرس الثوري الخاضع للمرشد الاعلى لايران هذه اليد هي التي اقتحمت سفارة المملكة في طهران وجاء ذلك باعتراف الجهات الرسمية الايرانية بعد ايام من العاصفة الدبلوماسية التي تحركت فيها السعودية على كافة الاصعيدة حيث اكدت وكالة سحام نيوز الايرانية ان اقتحام السفارة السعودية واحراقها تم الاعداد له في حي شهيد محلاتي العسكري الواقع شمال شرق طهران من قبل مجموعة من ميليشيات البسج التابعة للحرس الثورية مؤكدة ان العناصر كانوا مزودين باسلحة خاصة لاطلاق قنابل يدوية حارقة ودخانية وهي ما احرق المبنى به هذا الاعتراف جاء عبر مسؤولين حكوميين اعتبروا بعد صمت طويل انه خطأ فادح ممن قام به ورغم هذا القول الا ان يد البسج واضحة وضوح الشمس فيه بل ان التعبئة لهذا العمل كانت واضحة حتى بعد الفعلة المشينة للحرس الثورية المملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران وتطلب مغادرة جميع افراد البعثة الدبلوماسية الايرانية السفارة القنصلية المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة حيث ان اية الله حسين علم الهدى خطيب الجمعة في مدينة مشهد استهل خطبة الجمعة الماضية بتأييد قوي للهجوم الذي استهدف السفارة والقنصلية السعودية ممتدحا المهاجمين بوصفهم بابناء الاسلام الحقيقيين ولكنه بعد ذلك بقليل واثناء الخطبة تلقى اتصالا هاتفيا تضمن تعليمات جديدة من طهران مما جعله يغير من لهجته بان انتقد المهاجمين وقال عنهم انهم شباب متطرف يحاول تدمير الثورة المقدسة وجاء الدلائل هذا الهجوم من قبل البسج قبل يومين عندما تم عزل صفر علي براتلو وهو المسؤول الاول عن حماية البعثات الدبلوماسية والعجيب انه بكل جرأة التقط صور سيلفي بين رجال الامن وقوات البسج دون خوف من مساءلة او نحوه انها يد المسمى روح الله الخمينية التي اسسها عام 1919 للميلاد كي تعبث في الداخل والخارج بمن يخالف تطلعات ايات الله في الارض اشتركوا في القناة